من القصير لماذا لم تقم القيامة ولم تقعد ولم يتصرف أحد يعني هذا هناك سؤال ترى مهم وأساسي ويضع السوريين أمام حقيقة أن هناك من يريد وراء الستارة من الذين يتظاهرون بأنهم المحللون وأنهم قراء الاستراتيجية يريد من يوقع أو يدب الرعب والوهن في قلوب السوريين ليأسوا من أن ليس هناك إمكاني للانتصار لذلك أي شيء يحققه النظام يتم تضخيمه وتكبيره وتعظيمه أي خطيئة صغيرة تقع فيها المعارضة يتم تضخيمه أي انتصار تحققه المعارضة يتم تصغيره يتم التعتيم عليه الآن الانتصار الذي وقع في خان العسل في الشمال والريف حلب الغربي أصبح كله تحت يد الثوار والقرميد في إدلب أيضا ينضم إلى الخارطة نحن أمام قطع شرايين تواصل حيوية في المنطقة الذي يقلق الحقيقة الآن وأنا أتحدث عن وقع الأرض الصراع الدائر بين مجاميع من المجاميع ولا أقول بين الكرد وأن الكرد بريئون من هذا الذي يجري مجاميع من القوى الكردية وبين مجاميع أيضا ممن يسمونهم قوات إسلامية تحاول أن تصارع هناك هذا الصراع بيني في قوى الثورة المفروض لكن نحن نعلم وهذه النقطة الأساسية والتي سأظل أتحدث عنها الآن اللجوء إلى لعبة التهديد بالقوى المتطرفة على أساس قومي يعني متطرفين أكراد وليس كل الأكراد متطرفين أو متطرفين إسلاميين وليس الإسلاميون متطرفون في الأصل الإسلاميون هم زبدة الشعب السوري لكن أنا أقول اللعب على هذا الوتر يجب أن يظل حاضرا في أذهاننا وأنا أريد أن أقول شيء آخر أفراد في هذه المجاميع ليسوا بالضرورة أن يكونوا ضالعين في المؤامرة وهذا شيء معروف يعني أنت يكون عندك تنظيم كبير والناس المنضوين تحته والذين يعملون ما تحته وأصحاب نوايا حسنة أصحاب كنوب طيبة بعضهم يريدوا الخير وبعضهم يريدوا الإحسان ولكن يكون هناك ارتباطات علوية لقيادات هذه المجاميع هي التي تفعل يعني لا يجوز أن ننسى نحن الآن أن الصراع في سوريا بعض القوى التي تدعي أنها يعني تمثل الآن حالة إسلامية محددة ولا أريد أن نتحدث أكثر من ذلك أصبحت ليس لها هم إلا أن تسيطر على المناطق التي يحررها الثوار ثم تقول نحن سننشئ إمارة هنا وسننشئ دولة هناك ونحن لا نريد لا إمارات ولا دول يعني بدل أن يحاربوا النظام بدل أن يحاربوا عندما دعوا إلى القصير لقاتلوا في القصير قالوا هذه ليست معركتنا ثم هم قاتلوا لسيطروا على آبار النفط الآن يحاولون أن يؤسسوا لنا إمارات تحت ونحن لا يخدعون العنوين وأنا أقول لشعب السوري أقول لكل شعب السوري يجب أن نكون عقلاء يجب أن نكون وعين أنا أتذكر كثير مرة علينا في تاريخنا بعض الحكام والانقلابين العسكريين لأن الشعوب العربية والمسلمة ترتاح لكلمة إسلام وترتاح لكلمة شريعة يأتي حاكم ويقوم بانقلاب عسكري وكل من يقوم بانقلاب عسكري يجب أن نضعه أسفل سافرين كائنا من كان أقول يقوم بانقلاب عسكري ثم يقول تطبيق الشريعة وإيش تطبيق الشريعة عنده تطبيق الشريعة عنده قال أغلق الخمارات يعني هو تطبيق الشريعة هي وقفت على محا طيب الآن العالم كله يحرم المخدرات والمخدرات تروج بين الناس إذن نحن يجب أن ننظر إلى الشريعة بقدسية يجب أن نقول عندما نتحدث عن دولة الإسلامية يجب أن ننظر إليها بقدسية هذه دولة شاملة لكل مصالح البشر للعدل وللحرية وللكرامة الإنسانية هذه ليست دولة شكل الإسلام ليس دين شكل الإسلام دين مضمون دين عدالة دين حرية دين مساواة دين إخاء لما سيدنا عمر رضي الله عنه يرى الذمي في المدينة اليهودي في المدينة يتسول قال ما دفعك إلى ذلك قال السن والجزية قال والله ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك عند شيخوختك أحداث كثيرة أنا أقول الدولة أو المفهوم الذي نريده عندما نتحدث عن دولة إسلامية وأنا أقول الدولة الإسلامية هي دولة مدنية وعندما أقول دولة مدنية هي بمفهوم ما هي دولة حديثة عصرية منبثقة عن إرادة الناس تعبر عن إرادة الناس ذات طبع إسلامي لأن الناس عندئذ يجب أن يكونوا مسلمين إذا كان الناس مهن مسلمين الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلمين تطبق على المسلمين فقط لذلك أنا أقول هؤلاء الذين الآن يريدون أن يخدعوننا أو أن يخدعوا الشعوب بالعناوين العنوان بعد في البداية المضمون حق المضمون كن أنت مسلما بحقيقتك الذين يختصرون لنا الإسلام الآن بمشهد وأنا رجل الحمد لله لا أحد يستطيع أن يقول عني علماني الإسلام في اللحية في السواك في الثوب في الثوب القصير في الثوب الطويل هذه كلها اختصارات مخلة مسيئة إلى الإسلام ومسيئة إلى جوهر الصحابة لم يكن لهم زي محدد يلبسون يلبسون ما اتفق من لباس بيئتهم ومن لباس عصرهم اختزال واجتزاء الإسلام بأنه عشر جلدات وعشرين جلدة وأنه هذه الشريعة الإسلامية هذا فيه خلل كبير جدا جدا في إشارة إلى مفهوم الدولة الجامعة النيرة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لتقر العدل والعدالة والبر والمعروفة بين الناس لذلك لا يجوز أن تكون هناك عمليات استباق أخي نبيل وأنا اليوم أتحدث عن محاولات بشار الأسد وأنا أريد أن أخطو قطوة أخرى لأقول هؤلاء الذين يقتتلون في الشمال الآن كما قلنا منذ أول أمس الثنيا تبعهم بيد من؟ بيد النظام هذه بعض المجموعات بعض المجموعات يتم تغذيتها الآن الذين هربوا من سجون العراق وأنا لا أريد أن أذهب إلى العراق وصلوا إلى سوريا لأنه نحن ليش؟ أنا أذكر 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 المشاهد السوري الذي يسمعوني أول ما بدأ بشر أسد أنه بدي سوي إصلاحات أطلق سراح أمثال هؤلاء ونعرفهم بأمثالهم من السجون السورية أطلق سراحهم لأنه يريد منهم أن يكونوا نواتاً لبديل يهدد به المجتمع الداخلي المجتمع السوري يقول للمجتمع السوري الآن إذا غبت أنا فهؤلاء هم البديل ويقول للمجتمع الدولي أيضاً إذا غبت أنا فهؤلاء هم البديل وأنت سألتني لماذا الآن المجتمع الدولي لا يتوقف كثيراً عند انتصار خان العسل ولكنه يتوقف كثيرا عند المجموعات المتطرفة ومجموعات المتطرفة والمجموعات المتطرفة ومحاولات تقسيم سوريا ومحاولات تقسيم سوريا الآن أصبحت على كفع فريد نحن نقول الجهد الأساسي لمن يريد أن يكون له دور في الحاضر أو في المستقبل هو فيما يستخلصه من يد بشار الأسد من يد هذا العدو الجاثم على الأرض السورية هذا الذي يجب أن نعمل عليه وإما أن بعض الناس الآن استقالوا من عملية الجهاد في مقاتلة بشار الأسد وإنما هم يتربصون بالمجاهدين حتى إذا المجاهدون حققوا نصرا هنا أو نصرا هناك الجيش الحر إذا حقق نصر ينقضون على هذا النصر يعتبرونه جزءا من إمارتهم أو من مملكتهم وبالتالي يرى الجيش الحر نفسه بين وضعين إما أن يدخل في صراع بين كلنا نرفضه وكلنا لا نريده وإما أن يرضى بالأمر الواقع وينتقل إلى معركة أخرى إلى مصاف آخر هذه قضية الحقيقة محرجة الآن وقضية شائكة وتحتاج من قيادات المعارضة السياسية ومن قيادات المعارضة العسكرية إلى وقفة إلى تأمل كيف يمكن أن نلغي هؤلاء التابعين عمليا لبشار الأسد أنا أرى واقتراحي دائما هو الحوار مع القواعد المخلصة في صفوف هؤلاء الكثير من المخلصين الكثير من أصحاب النوايا الحسنة يجب علينا أن نعيد احتواء هؤلاء بما نقدم من بدائل الوضع في دمشق الوضع في درعة بالأمس كان كذلك حاميا ساخنا ولكن الثورة السورية تتقدم بالطراد وبشار الأسد سيتراجع حتى يلقى اليوم الذي يعني اليوم الموعود الذي وعدنا به الله سبحانه وتعالى ما هو رأيك بالسيناريوهات الخمسة التي طرحها الجنرال دمسي يعني كما قاله أقدم خيارات للرئيس الأمريكي وقدم في الخيارات الخمسة في كل خيار ماذا يمكن أن تكون الكلفة وما هي التبعى وما هي الخطوات التالية أنا هنا ممكن أن أعرض على السادة المشاهدين كنوع من التنوير السياسي ما هي طبيعة هذه الخيارات الخيار الأول وربما يكون هو الخيار الأسهل عليهم والأرضى لنا نحن كسوريين والأرخص هو الأوفر عليهم والأسهل عليهم هو خيار تدريب وتسليح المعارضة السورية ليقوم السوريون بأنفسهم بتحرير أرضهم وتحرير بلادهم وتحقيق دولتهم التي يحلمون بها دولة العدل والديمقراطية والحياة العامة المشتركة المدنية لكل سوريين هذا الخيار الأول الذي قدمه قائد الأركاء المشتركة يعني الآن يجب أن يكون هناك عمل سريع على تحقيقه لكن هناك خيارات أخرى الخيار الثاني هو طرح خيار يعني إنشاء مناطق حذر جوي لكي لا يستطيع الطيران السوري أن يقصف المدنيين ولا الصواريخ ولا يقصف اللاجئين ويمنع أيضا الصواريخ لأن هذه الصواريخ سكود لها مضادات يعني أرضية يمكن لها أن تتصيدها هذا الخيار الثاني قال هو خيار مكلف شكك بعض الشيء بجدواه لكن نحن أيضا ننظر إليه على أنه مكمل للخيار الأول ويمكن أن يعفينا من كثير من حركات اللجوء التي تضطر المواطنين السوريين إلى الخروج من ديارهم بعد أن ضاق بهم فسيح العالم وشك من أهلهم الأقربون في الأقطار العربية المجابرة الخيار الثالث الذي قدمه هو أن يقوم الطيران الأمريكي أو طيران الناتو بتنفيذ هجمات جوية على نقاط منتقات يتم اختيارها من قوات أو من مرتكزات الحكم من مرتكزات النظام نظام بشار الأسد هذا الخيار هو يقول هو مكلف في سوريا مضادات جوية سلاح جوي جيد ويمكن أن يكلف في الشهر كما يقول هو مليار دولار وهو يقول لكن هذا الخيار يعني إذا تم اللجوء إليه قد يكون أسرع في تحقيق المطلوب الذي يسعون إليه وهو التخلص من نظام بشار الخيار الرابع هو خيار جيد لنا وطالبنا فيه منذ الأيام الأولى لكنه أيضا يقول بأنه خيار مكلف إنشاء مناطق عازلة وممرات آمنة على الأرض السورية لإيصال المساعدات والمعونات للمدنيين واللاجئين وقال أيضا أن تستطيع المعارضة أن تبني النفس وإيصال السلاح إلى مستقراته عمليات التسليح يعني بأن يكون هناك إيجاد تدخل محدود على الأرض الخيار الآخر الأخير وهو أن يكون هناك تدخل شامل وأن يبدأ الجيش الأمريكي بوضع يده على مستودعات الأسلحة الكيميائية في سوريا وبالتالي طبعا هو يضع خيارات هذه يسموها نظرية الاحتمالات على الطريقة الرياضية يقول لرئيس أوباما نستطيع أن نفعل هذا بكلفة كذا بطريقة كذا نستطيع أن نفعل هذا نستطيع أن نفعل هذا وبالتالي يترك لرئيس الأمريكي أن يحدد كقائد سياسي وهكذا هذا هو دور العسكر دور العسكر العسكري إنسان محترف وممتهم يعطيك الحساب وبوقف بنتظهر الذي يقدر الآن أي الحسابات أوفر وأنفع وأكثر هو السياسي هم السياسة الذين يدرسون الأمور عندما يصبح العسكري أنا اليوم كنت معلش إذا هذا سمحت لي أسمع للرئيس لهذا المسمى السيسي يقول أنا قلت له للرئيس إيش لازم يحكي وما حكى مثل ما قلت له طيب أنت الوصي عليه أنت اللي بدك تعلمه ولا هو اللي بده يعلمك هو الشعب المصري اختار مرسي ولا اختار السيسي يعني هذا المنطق المنقود وجالس بيخاطب ناس عقلاء هذا على مذهب فرعون فرعون الذي قرر ابن سبحانه وتعالى عليه فاستخف قومه فأطعوه يعني لما تشوف ناس يصفقوله لما تشوف سياسيين مصريين الآن ما رأيه حمدين صباحي لو كان هو رئيس الجمهورية الآن حمدين صباحي الذي خرجت جبهة الإنقاذ تصفق لهذا الدعي لو كان هو رئيس الجمهورية ويدخل عليه ضابط بالجيش ويقول له أنت عندك المساة خطاب ولازم تقول واحد اتنين ثلاثة ما رأيه بهذه المعادلة والله والله أنا لما قال أنه مرسي ما سمع لي ومرسي ما قال مما ازداد احترام مرسي في نفسي وأنا كل الناس يعرفون بأنني كنت أنتقد مرسي وكنت أتابع مرسي وأقول مرسي يجب أضغط عليه ليفعله أكثر ولسيما بشأن السوري بعض الناس يستنكر علي أنه كيف كنت لكل موقف سياسي وقته نحن عندما كان مرسي في السلطة كان من واجبنا أن نتابع وننقذ ونضغط وننصح ونقول نعم ونقول لا لأننا يعني محضر الخير نحن لسنا أتباعا لمرسي لسنا أتباعا لأحد لا يجوز لإنسان مسلم أن يكون تابعا دليلا لأحد وإنما الآن مرسي في قبضة ظالم غاشم مستبد يعدو عليه يجب أيضا أن نكون في موطن الدفاع عن مرسي وعن الحق ليس عن مرسي كشخص وإنما عن الحق وعن الشرعية التي يمثلها مرسي هذا الذي يقول أنا قلت له وهو لم يسمع لي هو الذي يجب أن يقول لك فتسمع له وليس العكس أن تقول أنا قلت له ولم يسمع لي هذا المنطق المنقوض المعكوس الذي يعمل عليه هؤلاء الناس لذلك أنا أقول الآن رئيس سيئة الأركان المشتركة قدم الخيارات قائد عسكري كبير الجيش الأمريكي ليس له علاقة بالسياسة الجيش الأمريكي لا يقرر متى تكون الضربة إذا كان سيكون ضربة لا يقرر أي خيار من هذه لكن هو يقول للرئيس نحن عندنا خمس خيارات مستعدين للخمسة أنت بتشاور ونحن بننفذ هذا هو المنطق الذي تسير عليه الأمم والشعوب التي تريد أن ترقى التي تريد أن تتحرر التي تريد أن تكون عظيمة برجالها بقادتها بموظفية بعسكرها بسياسيها هذا هو المنطق الذي قامت عليه خالد بن الوليد لما قل له عمر في قلب المعركة اعتزل قال حاضر نحن لا نقاتل من أجل عمر سلم جاء إلى سيدنا أبو عبيدة وكل شيء بيده وهو قائد سيدنا خالد الذي الآن هؤلاء الأوهاد يقصفون ضريحه في قلب المعركة في أوجي المعركة قال لسيدنا أبو عبيدة سيدنا أبو عبيدة قال له أنا جندي عندك نحن لا نقاتل من أجل الأشخاص نقاتل من أجل القيم والمبادئ هذا عندما الآن نحن نشيد بالتجربة الأمريكية وبالموقف الأمريكي ليس لأنه نحن ما عندنا خلفية حضارية نشيد بها نحن أبناء حضارة خلفيتنا الحضارية أرقى وأسمى وفيها كل هذا لذلك بعض الناس أحيانا بيجيب ويقول لك والله إيش الدولة الإسلامية والدولة الإسلامية كانت كلها استبداد لا يا سيدي لا حتى هؤلاء الخلفاء اللي جاءوا بعد الخلفاء الراشدين نحن عندما نتحدث عن الخلفاء الراشدين نتحدث عن نخبة نخبة في تاريخ العالم أجمع لكن عندما نتحدث عن الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين والخلفاء العثماني نتحدث أيضا عن قادة عظام نتحدث عن ملوك مثل الملوك الأرض ولم يكونوا جبابرة ولم يكونوا طغاة ولم يكونوا مستبدين بالمعنى الاستبدادي الذي نعيشه اليوم كان في كثير من أمورهم يعني إذا رجعنا إلى جوهر الموقف نراهم وقفين عند حدود الله يسمعون نصح الناصح يسمعون إشارة المشير ينزلون على يعني لما العز بن عبد السلام ينزل المماليك وهم صلاطين مصر يومها والقادر العسكريين فيها بنزلهم وبيعهم بالمزاد العلني هذا ليس عمل ديمقراطي ليس فعل ديمقراطي هذا فعل ديمقراطي تم بالتعاون بين العلماء وبين الشعب المصري العظيم إذن لا يجوز لنا أن ننبذ تاريخنا والله نحن الاستبداد تاريخنا كل استبداد أنا أسمع هذا من البعض تاريخنا كل استبداد ونحن الآن نتعلم الديمقراطي الله تاريخنا قام على شورى كان في شورى نقص كان في جوانب تم التجاوز عليها الملك العدود ليس من أصل ديننا كان يجب أن يتم في كل مرة اختيار الحاكم المسلم من قبل لناس مباشرة تم التجاوز على هذه الجزئية لكن لم يدخل سيدنا أبو مسلم أبو مسلم يدخل على سيدنا معاوية ويقول له الخولاني أبو مسلم الخولاني يدخل على سيدنا معاوية ويقول له السلام عليك أيها الأجير معروفة أجير ليش؟ لأن المسلمين يستأجرينهم لكي يخدمهم هذا هو الفقه الإسلامي هذا أبو مسلم الخولاني صحابي صحابي ليس موجة من سوق الأحد يقول له السلام عليك أيها الأجير بلطوا هذول الحراس الزعانف اللي كانوا الآن عبصفقه للسيسي ابنه وقل له معاوية دعوه فهو أبصر بما يقول هذا الرجال فهمان وفقه وبيعرف إيش عم يتكلم إذن معاوية أيضا كان في هذا المستوى ومن جاء بعد معاوية كان عبد الملك كان هشام كان عمر بن عبد العزيز فنحن لم نكن في دولة قال له السلام عليك أيها الأجير لأن نظرية الإمامة في الإسلام تقوم على الأجرة على الأجرة عقد تعاقد يتم بين ولي لما سيدنا أبو بكر نزل للسوق قالوا له قالوا له حددوا له راتب قليل شوية كان من الرأس المحددين سيدنا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رجل بيزنس رجل المال ورجال المال تبقى إيدهم قابضة شوية قال لهم أنا بشتغل لحالي بطلع أكثر من راتبكم ما بفع معي هذا فزودوا له شوية يعني يعني شوف العقد عقد اتفاق بينهم شكلوا لجنة المسلمين قالوا لهم ما بنفع تروع السوق قالوا طيب نين بنفق على عيالي الله بيجي واحد بقول لك أنه الدولة الإسلامية توفيقية اليوم بقول لي الدولة الإسلامية توقفية إيش توقفية هم قالوا بدنا أمير سووا أمير إيش ينسمي الأمير ما يعرفوا إيش يسموا الأمير المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تشريعا منه وليس لا غفلة ولا نسيان ولا تقصير حاشا ترك لهم أن كل الخيارات مفتوحة اجتمعوا في سقيفة بني ساعد اختاروا في سقيفة قالوا ايش ينسمي ما عندهم اسم الآن يجي لبعض الناس يسمي ليس لكلمة خليفة ويقول كلمة خلافة وخليفة يعني هي جذع الدين للمسلمين ماذا يسمون أبو بكر قالوا ذهب رسول الله وهذا خلف رسول الله فهو خليفة رسول الله فأطلق عليه خليفة لما توفي أبو بكر جاء عمر قالوا الآن سنقول خليفة خليفة رسول الله طويل شوي وبدوا يبحثوا لها فقالوا هو أمير المؤمنين لاحظ كيف المسلمون أنشأوا دولتهم السياسية بتوافقاتهم بتوافقاتهم لأنها دولة قامت على الشورى اجماع أهل السنة والجماعة على أن الولايات مصدرها هذه الأمة نحن الآن في إطار الذي نتحدث عنه يجب أن تستعيد الأمة ولايتها على نفسها يجب هؤلاء الشباب والشعوب والذين يجرون وراء قيادات فارغة يجب أن تستعيد ولايتك على نفسك الرجل ومرأة أنت ولي على نفسك لا تسمح للآخرين ما رأيك بالتطهير الطائفي في حمص والله هذا خبر مهم جدا جدا أتت به اليوم الديلي تيليغراف وعندها تقرير من هناك وأن النظام مباشر لعملية تطهير بعد إحراق سجل العقاري يقومون بتطهير المواطنين على خلفية طائفية على خلفية مذهبية بإخراجهم من أرضهم والناس بدأت تفر لأنهم متى وصل متى وصل العصابات بشر الأسد إلى قرية ما وأهلها من وأنا آسف أقول هذا الكلام من السنة يبدأون بعمليات القتل والذبح ثم التدمير ثم سرقة محتويات البيوت بكل ما فيها وما لا يقدرون على حمله ما لا يحمى الأحواض الحمام مثلا يحطمونها يكسرونها ثم يحرقون ثم يغادرون وهكذا يعني كما كانت تفعل العصابات الإسرائيلية أو المجيئة إلى فلسطين بدأت عمليات النزوح تتم أمام هؤلاء هذا تقرير جريدة بريطانية وهذه الجريدة بريطانية طالما كتبت تقارير لمصلحة بشر الأسد اليوم تقول هناك عملية تطهير طائفة رقيتة على الأرض السورية وهذه الرسالة نرسلها إلى كل أبناء العالم الإسلامي ما رأيك بما يسعى له الإبراهيمي من عقد لخذ الإبراهيمي من عقد مؤتمر أو لقاء بين النظام والمعارضة أو بين المعارضة والمعارضة يعني شوف الإبراهيمي أولاً أنا دائماً أحب أنه هو يدور عن عمل أريد أن أقول يعني رجل كأنه هنا أريد أن أستعيد له أنه لا يريد أن يمل وهو يشعر أنه يجب أن يفعل شيئاً في سوريا وأن الوضع الأليم في سوريا بعد أن تناساه العالم يعني يجب أن يحاول محاولة ما وإن كان يائساً وهو عبر عن يأسه لكن قال يجب أن نحاول المفيد في الرسالة أنه يريد مؤتمراً غير مؤتمر جنيف وهذه أرسلها أنا للافروف بس وأنا أوردت لهذا لأنه يأس من الجنيف وهو يريد يقول نصنع مؤتمر نلتقي للحوار بدون جنيف لأنه جنيف في تحت المظلة المذكورة لن ينعقد وإعلان الإبراهيمي يأسه من جنيف مكسب للمعارضة السورية ومكسب للثورة السورية وهو يقول كلاماً جميلاً جداً في هذا الإطار أولاً يقول للسوريين أن السلاح لا يصنع سلاماً أنا أحب أن أقول له لا السلاح يصنع السلام أنا أريد أن أقول له وهو شيخ وأقول الآن السوريون مشغولون بصنع الحرية بصنع دولة العدل وليس صنع السلام السلام يقوم على العدل وعلى الحرية وعلى الإخاء وعلى المساواة يقول كلمة أجمل في تصريحي هذا ويجب أن نتمسك بها وأعجبتني أنا وذات رونق بلاغي ولها مدلول سياسي كبير ونرسله للبشرين الجعفري والأسد لأنه كان يقول إن وقت التغيير التجميلي في سوريا قد وله يعني الآن الشغلة لا تتم لا بترقيع ولا بترميم ولا برتي ولا بأي عملية تجميل الشعوب يقول الشعوب تريد تغييرا شاملا في حياتها إذن هو يريد أن يكون هذا المؤتمر بمثابة مؤتمر انتقاله لينتقل المجتمع السوري بأسره إلى وضع جديد يتجاوز فيه كل معطيات كيف يستطيع عقد هذا المؤتمر ومن يمالئه في هذا المؤتمر يعني أنا إذا كان يريد أن يسير في هذا الطريق ويدعو إليه ويكون هذا هو هدف المؤتمر أنا من الذين يمكن أن يمالئوه طبعا بما أملك من صوت أنا لا أملك إلا قال نفسي ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يعني هذه الدعوة إلى أن ننتقل إلى مجتمع جديد دولة جديدة بعيدة عن هؤلاء الذين قتلوا وعذبوا وانتهكوا أن يخرجوا من المعادلة هذه دعوة تسمع هذه دعوة يمكن أن يسمعها الشعب السوري طبعا شرط الآن دائما عندك طرفين في المعادلة أن يكون بشار الأسد مستعد ليسمع مثل هذا الكلام فينسحب هو وأراضيه ماذا تقول فيما طرحه المندوب السعودي في مجلس الأمن الذي يقول أن الأزمة السورية وصمة عار في جبين الإنسانية يعني هو تحدث عن أبعاد الأزمة الإنسانية على الأرض السورية حجم القتل حجم الأطفال الذين قتلوا في سياق هذه الأزمة الآن ستة ألف طفل تحت سن العاشرة هناك حال الدمار رهيب ثلثي العمران السوري قد تدمر الجوع يضرب أطنابه في الأرض السورية اللاجئون يملؤون العالم في الأرض السورية يعني سوريا تمزقت كل ممزق من الآن والمجتمع الدولي المشكلة هو يتحدث في مجلس الأمن في المجتمع الدولي يتفرج المجلس الأمن الدولي لا يقوم بواجبه فهذا الكلام جميل من حيث أنه يدين حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن موضوع مهم أرجو أن نعم تفضل موضوع مهم وهو جريدة The Guardian The Guardian تقول أن السوريين أو النظام السوريين بسرعة عامة النظام ومن معه يتواصلون مع الإسرائيليين ويطالبونهم بالاعتراف بالدولة العلوية يعني هل هذا أنت قرأته في The Guardian هل تعتبره ممكناً؟ الخبر وارد في الجريدة كتحقيق وليس كخبر نعم كتحقيق هو له كتاب ويقولون بأن هناك كاتبان اشترك فيه رجل وامرأة في هذا التحقيق والمعلومات لديهم من إسرائيل أن هناك أشخاص سوريين تابعين لبشار الأسد ينشئون تواصل مع قوى إسرائيلية نافذة يعني مع الحكومة الإسرائيلية للاعتراب بالدولة العلوية ويمهدون معهم الحديث لا هم يريدون أن يكسبوا الأنصار وهذا طريقة الإعداد السياسي يعني هدول المساكين أنا أعترف بيها الدولة العلوية فهم يريدون أن يعني يأخذوا ضمانة من أن إسرائيل لن تعارض وأن إسرائيل أولاً لن تعارض ثم تؤيد وبالتالي وتأييد إسرائيل قد يعني له تعدي إلى الآخرين يعني إذا وافقت إسرائيل يمكن توافق أمريكا إذا وافقت أمريكا يمكن توافق أوروبا فهم يطبخون هذه الطبخة الآن بأنهم يريدون من الإسرائيليين أن لا يقفوا حجر عثرة في طريق الدولة العلوية وربما هم بذلك يقدمون الأثمان مسبقة للإسرائيلين لأننا نحن ممكن أن نعمل معكم كذا وكذا وكذا يقدمون الأثمان المستقبلية هذا التقرير على خطورته نحن نقول الدولة العلوية أو أي دولة أي دولة تقوم على الجغرافية حولية يعني أي دولة يريد أن بشار التوتو أفقه أكمل أكمل أي دولة يفكر بها البعض على الجغرافية السورية غير الدولة السورية الموحدة الجامعة حلم إبليس في الجنة لن يكون هناك إلا الدولة السورية الجامعة بالعدل والحرية والكرامة لكل السوريين وكل هذه الأحلام هي أضغاث أحلام وسيدفع أصحابها ثمن تآمرهم على هذا نوع من أنواع الخيانة الوطنية نحن نصنفها في إطار الخيانة الوطنية الجسم السوري سوريا الآن أنا أرى أن سوريا الآن هي في حالة شبابها وعنفوانها وليست كما يتصور البعض بقرة قد وقعت وكل واحد حامل سكينه ويقطع منها شلو ويقطع منها قطعة سوريا لن تمزق سوريا لن تقطع سوريا لن تقسم ستكون سوريا الصخرة الصلبة الراسية لا هو قطعها بشار الأسد لا بشار ولا بشور ولا نشور لا أحد يستطيع أن ينال ذر التراب من الأرض السورية يجب على هؤلاء المتآمرين أن يتوقفوا عن عمليات التآمر هذه وسيكون الشعب السوري بكل قوة إن شاء الله بالمصدر لها البيت الأبيض يطالب بتسريع تسليم السلاح للمقاومة أو للمعارضة السورية يعني هذا جاي كارنيك البرحة له تصريح وهو الآن على ضوء ما حصل في التطورات على المستويين مستوى الكونغرس حيث أن الكونغرس تفهم إمكانية تزويد المعارضة السورية بالسلاح بعد أن كان يشكل عائقاً وعلى ضوء التقارير التي قدمها رئيسية الأركان يتحدثون عن أن يجب أن تحسم الأمور في سوريا لأن استمرار عملية القتل سوف يؤدي إلى المزيد من الدمار ولذلك يجب أن تكون هناك عملية تسريع بعضهم نحن الآن مثلاً في أواخر شهر يوليو في أواخر شهر تموز يقول في شهر آب بأقصى تقدير يجب أن تصل الأسلحة النوعية الموعودة إلى الشعب السوري طيب ميقاتي وبشار الأسد يدينان وضع حزب الله على الإرهاب يعني أنا أتفهم أنه بشار الأسد يدين وضع حزب الله على قابل الرحام أما ميقاتي رئيس الحكومة المنصرفة في لبنان أو المستقيلة والتي تقوم الآن بتصريف الأعمال والذي يجب عليه أن يمثل قومه في لبنان والذي لم يجر على أن يدين تدخل حزب الله في الأرض السورية ذبحاً وقتلاً وتدميراً يخرج علينا بهذه الإذانة ويقول بأنه سوف يعمل مع المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف فضع هذه اللائحة يعني هذا الموقف لا يمكن أن يفهم من مواطن سوري مثلي المواطن السوري هو مواطن لبناني في نفس الوقت نحن ننظر إلى ميقاتي وميقاتي حسب التركيب اللبناني يجب عليه أن يمثل الناس الذين أفرز لتمثيلهم صحيح ويمثل الدولة اللبنانية ولكنه في نفس الوقت محسوب أما أن يصف إلى جانب القتلى الذين قتلوا رفيق الحريري ألم يعلم ميقاتي بأن التهمة وهو الذي على في عهد حكومته لم يستطع أن يسلم المطلوبين المتهمين من قبل لجنة التحقيق الدولية التابعين لحزب الله لم يستطع تسليمه لأنه حزب الله كان أكبر منه وأكبر من حكومته وأكبر من الجمهورية اللبنانية ولم يستطيعوا أن يسلموا متهمين في جريمة قتل الآن يقف ليعلن انحيازه أو رفضه لتصنيف هذا الحزب على قائمة الإرهاب الدولية ورغم كل ما يفعله هذا الحزب اليوم على الأرض السورية ليس فقط في حمص والقصير وإنما في حلب وفي درعة وفي ريف دمشق أهم من ذلك الآن وحكومة الميقات أيضا يعني الآن أخي نبيل في الوضع الإنساني يعني نحن عندما نبلع قضية حدود بين سوريا ولبنان ودولتين وعالمين وسفارتين نبلعها لكن الآن لما يأتي إنسان سوري في هذا الظرف ويذهب إلى لبنان مستجيرا من نار تحرق في سوريا والأصل كان فيهم لأيام يأتي اللبنان إلى سوريا ولم يكن أحد يستنكر عليه فبعض السوريين الآن مثلا سوالوا بسطة بيع فلافل في لبنان أو مطعم صغير في لبنان أو ورش صغيرة يحسن العمل بها في لبنان لكي يسترى نفسه وعياله ولكي لا يمد يده للناس يذا الحاجة الآن البارحة كان ميقاتي مع حكومته مع الأسف يقولون بأن هذا يضيق الرزق على اللبنانيين متى كنا نؤمن نحن بأن نحن يقول رزق الإنسان على الإنسان ورزق الكل على رب العباد رزق الكل على الله سبحانه فاليوم هناك قرار من الحكومة اللبنانية العتيدة حكومة ميقاتي أن تقول بأن قال ممكن السوريين يعملوا بالورشات يعني بالخدمة بصب الباتون بكذا أما أنه يساووا مطعم صغير أو محل حلاقة صغير أو ورشة صغيرة هذا لا يمكن للسوريين وبالتالي ميقاتي الآن يبادر يبادر إلى أخذ قرار بأن عمل السوريين في هذه الميادين إنما يحتاج إلى ما رأيك بالسفير الإسرائيلي في الممتحدة الذي يقول الأسلحة الكيميائية التي لدى الأسد تثبت أنه يعمل كل شيء من أجل البقاء في السلطان يعني هذا التصريح أخير نبي المهم وهو الذي يمكن يكشف سر أنت لما أمبارح أول مبارح سألتني سؤال مهم قلت لي ما هو السر الآن الأمريكان تشجعوا ليأخذوا موقف من سوريا قلت لك يعني لابد أنه وراء الأكمة ما وراءها الآن أنا أقول مثل هذا الكلام الخطير السفير الإسرائيلي يقول في الأمم المتحدة يقول بأنه الآن بشار الأسد عنده أسلحة كيميائية بكل تأكيد وقد ثبت أنه مستعد لفعل كل شيء ليتشبث بالسلطة يعني بشار الأسد عندما يشعر بالخطر الحقيقي وأن الحبل قد زم على عنقه يمكن أن يستخدم هذا السلاح بكل الاتجاهات وبأي طريقة وهذا إمذار وتحذير من السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي والآن أو ربما يكون هذا بعض السبب الذي يجعل الأمريكان يقولون يجب أن نستعجل ويجعل دومسي يقدم الخيارات لأن الإسرائيليين باتوا متخوفين من أن يقوم بشار الأسد باستخدام هذه الأسلحة في لحظة يأس ضدهم هل ترى أن بشار الأسد صحيح قبل يومين أذيع من أن بشار الأسد سلم أسلحة كيميائية إلى حزب الله؟ يعني على رواية في بعض المراسلين التابعين من جيش الحر قالوا بأنهم حددوا أربع مواقع على الأرض اللبنانية تم فيها تخزين السلاح الكيماوي على الأرض اللبنانية في عهدة حسن نصر الله وهذا التخزين طبعا يعني أن هذا السلاح قد وصل إلى لبنان ويؤكد الكلام الذي نتحدث به بأن بشار الأسد لن يتردد في لحظة من اللحظات باستخدام هذا السلاح ضد السوريين وضد اللبنانيين على السواء ما رأيك بأن الأفروف سوف يرفض تقديم قرض إلى سوريا؟ يعني بكون خافة على ماله لأنه إذا رفض وهو قدري جميل كان هناك وإذا رفض دليل على أن بشار الأسد لن يبقى يعني روسيا تبقى دولة لها حساباتها الاقتصادية لها حساباتها الاستراتيجية هل يستطيع الأفروف إقناع بوتين بأنه يعطون إلى بشار الأسد قرض؟ يعني قضية توقف البنوك والأشخاص الربويين إذا صحات العبارة الضمانة ما هو حجم الضمانة التي قد يثق بها الروس الآن الروس عندما بدأوا منذ فترة طويلة سحب مواطنيهم هم يتشككون هل يكفل الإيرانيون بشار؟ في إمكانية هذا يسأل عنه الإيرانيون الإيرانيون أنفسهم الآن لهم أيضا حساباتهم والإيرانيون منذ مدة طويلة يقرعون أبواب المعارضة السورية نحن أنا لا أزيع سرا لكن المعارضة السورية لا تستجيب لهم لأنها تقول عليكم أن تعيدوا حساباتكم وأن تغيروا موقفكم الأساسي ليس فقط على الأرض السورية وإنما على الأرض السورية والأرض العراقية والعرض العربية وأن تعيدوا حسابات مشروعكم القومي الذي تحاولون من خلاله السيطرة هل نرى عزاء المشاهدين أن الرئيس بشار الأسد في ورطة اقتصادية فهو لا يستطيع أن يحصل على قرض لا من روسيا ولا من إيران ولا من كفيلة له على الكرة الأرضية أستودعكم الله وأشكركم على كرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة